بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم أخواني الطلاب والطالبات كنا وصلنا إلى النوع السادس من المتلازمات اللفظية وهو موجود في الصفحة 112 واليوم نتابع إن شاء الله ونبدأ adjective collocations يعني المتلازمات اللفظية في اللغة الإنجليزية التي تتألف من صفة مع صفة صفة معطوفة أو مضافة إلى صفة أخرى هذه أمثلة مثلا إلى آخرهم وهذه الترجمة المقابلة لها لنرى ما هي المشاكل المتعلقة بهذا النوع من المتلازمات اللفظية يقول الدكتور المشكلة الأولى التي تنشى عند تعاون مع هذا النوع من المتلازمات اللفظية وعند ترجمتها إلى اللغة الغرابية هي أولا أن التركيب القواعدي أو النحوي يكون مختلفا وغير متوقع يعني لا يمكن التنبؤ به كيف يعني خذ المتلازمات اللي هما واحد واثنين واربعة وخمسة لنقرأهم واحد واثنين واربعة وخمسة حيلن حارتي بصحة جيدة اثنين healthy and well بصحة وعافية صحيح ومعافل ثم عندي أربعة well and good على خير ما يرام وعندي خمسة في أحسن حال تمام التمام إلى آخرهم طيب ما هي المشكلة هنا تجد أن معظمها أنت يعني هو عدم التطابق يعني هناك لما كان النوع لقبل هذا اسم معطوف على اسم كنا يعني نجد أن المتلازم اللفظي أو الترجمة في اللغة العربية هي أيضا تتألف من اسم معطوف على اسم مثلا في غالب الأحيان أما هنا صفة عن صفة صفة مع صفة مثلا الأولى طالعها مثلا عندك تركيب هذا preposition plus noun plus noun يعني بصحة الباء هذا حرف الجر هذا البروبزيشن والنون هو صحة هذا الاسم المجرور ثم بصحة جيدة وجيدة صفة مجرورة لأن هذا مجرور قبله إذن هذا الأمر ينطبق على الباقية في هذا النوع أنه ليس بالضروري يعني ينشى معك أو يكون لدينا مقابل متلازم نهضي في اللغة العربية له نفس التركيب النحوي في اللغة الإنجليزية يعني هم عندهم صفة صفة يطلع عندنا أندي صفة صفة مثلا ربما هنا نقدر نقول صحيح معافا نشوف صحيح يعني هذا وصف معافا هذا وصف فاستخدمت الأوصاف هنا أو بصحة معافية رجعنا له يعني هنا صار عندي حرف جر واسم مجرور ثم معطوف عليه طيب الآن بقول لك ذاتس هنا إذن الأولى شفناها أما الجملة الثالثة فالجملة الثالثة هنا حي يرزق حي يرزق لو الترجم حي وكيكينج يعني جالس يركل برجليه مين اللي يركل برجليه وحرك رجليه هو الإنسان الحي لما كان حي ما كان يتحرك بس هذا المتلازم اللفظية احنا نقولها حي يرزق هنا إيش طلعت معنا حي يرزق هي نون مع ذير يرزق هو ذير وثلاثة وخمسة هذونا مرة ثانية وخمسة يعني لهم تشكيلات أخرى غير المثلا النون والفيرب مثلا يعني انظر هنا في أحسن حال كامل مكمل تمام التمام هذه كلها لهذه عندك عدة تنويعات من الترجمة أو متلازمات لفظية إذن يقول لك على الرغم من أن الترجمات العربية هي في حد ذاتها أيضا متلازمات لفظية وهي دارجة على الأنسان يقول لك على خير ما يرام صح؟ وفي أحسن حال هذه متلازمات تعتبر متلازمات يعني لفظية تتوارد على الأنسانة كثيرة إلا أنه شو يقول لي نمبرز وان فايف كان بيتران انتو وان انتو وان انتو سيمك لوكيشن يعني تحديدا واحد وخمسة هذولا هيلان هارتي وراية ان بروبر شو يعني هنا هيلان هارتي بصحة جيدة في عندك ترجمة أخرى غير يعني متلازمة غير هذه ما عندي إلا بصحة جيدة هكذا جيد فهي يعني ثابتة أما هنا البقية فعندك أنت يعني انظر بصحة وعافية صحيح المعافية يعني جالس انت تعطي خيارات ما يقول هنا الدكتور يقول نمبرز وان ان فايف كان بيترس انتو وان ان سيم كولوكيشن يعني واحد وخمسة هنا قلت بصحة جيدة وهنا أقول كمان بصحة جيدة رايتين بروبر أقدر أحط هذا أجيبه هنا تعطيني نفس المعي في أحسن حال يعني بصحة جيدة طيب وممكن أنا يعني أقول أنه هنا تستخدم كلمة واحدة أحيانا لبعض مثل هنا بصحة وعافية طيب أقول معافا خلص كلمة معافا انتهينا أو سليم يعني نابت عن المعنى كله ولكن لما بترجم بكلمة واحدة but one word is not a collocation ما بصير اسمه متلازمة لغضية يعني اشترطنا المتلازمة لغضية هي كلمتين فأكثر ويقول لك لما تترجم بكلمة واحدة تصبح الترجمة أضعف من لما إذا كان عندك متلازمة في اللغة العربية متلازمة لفضية يعني كلمتين مع بعض يعني هذا رأي الدكتور ممكن أنا كمان أقول صحيح معافا صفة مع صفة يعني يعني كامل مكمل وهي ترجمة ليست سيئة يعني مدار الكلام فمحنا هنا صرنا نكرر كثيرا يعني هذا هو المفترض يأطينا من نمط وما فيش داعي نعلق عليه كثيرا لأنه ما ينطبق هنا ينطبق عليه قبل هناك متلازمة لغضية ستجدها وأحيانا يجب لك أنك ترجم مثلا الترجم الحرفية وأحيانا التركيب لا يكون موازي لهذا التركيب إلى آخره يعني صار كلام كله تجد مكرر النوع السابع الآن ممكن يكون عندي أنا حال مع حال يعني هذولا أمثلة على أنه جاء آدذرب مع آدذرب وهذه ترجماتهم هذولا معتبرات أيضا حسب ما يقول الدكتور إنها متلازمة لفظية بقول في السر والعلن سر وعلانية صح شاء أم أبا شاء من شاء وأبا من أبا مثلا رغما عن أنفه صح هكذا تتوارد على الألسنة But have different grammatical structures أيضا شو مشكلتها إنه هذي هنا حال مع حال يعني آدذرب مع آدذرب هنا ما عندي آدذرب مع آدذرب مثلا بيطلع ممكن يجي مثلا حال مع حال ممكن ما يجي مثلا بكل إخلاص هذي يش جار ومجرور ومضاف إليه وهنا جار ومجرور ومعطوف عليه إذن التراكيب مختلف ليست بالضرورة أن تكون موازية لها أو مكافية لها They are grammatically different from the English collocation therefore like those of six above they create a problem to students ممكن نقول هذا يخلق مشكلة للطلبة ما عاد يخلق مشكلة للطلبة المفترض خلص بس الطالب يبدأ يفهم يعني يخلق لغير الطلبة ولغير المتخصصين في الترجمة أو اللي يدرس علوم الترجمة لازم يصير للطالب يحط في ذهنه قبل يتعامل مع النص لما يشوف كلمة وهكذا كلمات مع بعضها هو يلجأ إلى الترجمة الحرفية بعدين يعني لازم دائما يخلي على بالك دائما يخطر أو يخلي على بالك أنه قد يكون أنا أتعامل مع متلازمة نفضية فتكون حذر ولكن يبقى صحيح أنه ممكن يكون في مشكلة لكن ليست صعب أنك تترجمها وتفهمها يعني هنا تلك الصعوبة ممكن نعم لكن ما ستفتح قاموس قاموس بعطيك المعنى فبناء على سعة اطلاق يعني أو البحث شوي ستجد المتلازمة اللفظية المكافة في اللغة العربية وإذا ما وجدت دائما نذهب إلى الترجمة الحرفية المنطقية ونبذل جهدنا في ذلك المتلازمات اللفظية من النوعين السادس والسابع ممكن نقول ممكن نقول يعني هي فيها نوع من العشوائية that is the two words of collocation are synonymous and explain each other مثل two and seven as an exception يعني هارتلي يعني هارتلي و هارتلي يعني وال هول هولي و هارتلي طيب شو بقول also they are rare and therefore should not better the students بيقول أنه يعني النوعين هذو الأخيرين السادس والسابع من المتلازمات في شوية نوع من العشوائية بمعنى أن الكلمتين في المتلازمة اللفظية قد يكون هنا نفس المترادفات يعني لما بتقول هيل هارتلي هيل هون بتقول مثلا هيلان هارتي لما تبحث عن هيل بتلاقي معناها هي هارتي بس ليش حاطينهم ماذا اللغة يعني هذو الأشوائية اللغة يعني تحط كلمتين بنفس المعنى كان يكفيك تحط كلمتين بس هكذا هكذا اللغة من صفات اللغة فعلا أنها في عندك العشوائية يعني الوقفية صح التعبير أو السماعية هكذا سمعناها وخلاص ومشينا على الموضوع إذن قد يكون عندي أيضا هولي وهارتلي هولي وهارتلي هم نفس المعنى من حيث الأصل وهذا لكن نقول لك هذا أمر يعني نادر وهذا أمر نادر ما بتكرر نشي كثيرا طيب يعني شايف أنا هنا مش جالس أضيف أي إضافات يعني النص سهل وانت تقرأ وتفهمه الآن يعني إذا فهمت الأنواع السابقة ستجد الأمور مفسها مكررة ناؤن plus verb collocations الآن الأسماء والأفعال يكون في عندي تركيب من اسم وفعل في اللغة الإنجليزية bees buzz bells ring أو إلى آخر cats mu ويغلب عليها أنها أسماء لأصوات لاحظ lines raw سعير الأسود فحيح الأفعال تحفظ النظر كلهم طيب these collocations are not difficult to translate into collocations in Arabic ليش؟ لأنه أنت بتكتب مثلا باللغة العربية مثلا تقول ما صوت الأسود؟ ماذا يسمى صوت الأسد؟ يطلع لك يقول لك الزئير وهكذا ما هو صوت الذئب؟ العواء فمن هنا تأتي السهولة لأنه تستطيع تكتشف المعنى مباشرة أو المتلازم اللفظية فليس هناك ثمة صعوبة في ترجمة هذه المتلازمات العربية الصعوبة أنك أنت ما تعرف صوت الحيوان ومش ضرور تكون حافظه ولكن تسأله الآن والبحث سهل أنك توصد أو الشجر يعني العلماء اللغة العربية حتى أفردوا مؤلفات لأصوات الأشياء والحيوانات ارجع لكتاب الأمالي للثعالبي تجد فيه كثير من ذلك الحل أنك تعرف الصوت المقصود في اللغة العربية نوبة السلوشن وما عندنا هنا حل أفضل من حل لأن الصوت واحد خلاص شو هو صوت القطط ما عندي إلا الصوت المواء وخلاص أعرفك من السهول أنك تصل لمسمى الصوت هذا ولكن الشيء السيء أنك تقول صوت القطط صوت الكلاب صوت الذئاب صوت النحل طيب شو اسمه الصوت هذا؟ تضل قد تحط كلمة صوت 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 وترجم هكذا لا ما تترجع لذلك والله انعجزت والله طلعت لك شغلة أنت ما انت عارف أنه الصوت الأفاعي هو الفحيح دورت دورت ما لقيت كلمة فحيح فاضطررت تكتب صوت الأفاعي يعني أصدرت الأفاع صوتا بدلا ما تقول فحيحا خلاص واضطررت أنك تحطت صوت كلمة صوت هوافا يعني أحسن من لا شيء أنك تتركها بدون ترجمة وتلاحظ أن المكافئة في اللغة العربية هو اسم مضاف لاسم يعني تركيب إضافة أما هون عندك اسم مع فعل إذن هذا من ناحية التركيب التركيب الجنة في الإضافة وليس اسما وفعلا كمان في اللغة الإنجليزية لكن ممكن إحنا نتحيل على السياق ونجيب إذا حبينا نقول سمعت الكلابة تنمح الكلابة تنبح بدلا ما قلني سمعت نباح الكلاب قلت سمعت الكلابة تنبح إذا خدمني النص إذا حبيت حتى أجيب تركيب اسم بعد وفعل مثل ما باللغة الإنجليزية لكن ليس بالضرورة النوع التاسع اللي هي يعني يكون عندي جار و مجرور اللي هو المتلازم اللفظية عندك هنا تلاعب بالألفاظ إلى آخرة كذا كذا هذه أمثلة و كل مرة أقول تحتاج تحفظهم لماذا؟ لأنه ممكن ينتزع لك واحدة منهم و خلاص و أعطيك هنا المتلازم على المكافئ اللفظي و أجيب لك ياه في نص من النصوص اللي يمتحنوكم فيهم أقول لك الأمثلة السهلة مثل ما أقول لك conversation about شو يعني؟ محادثة حول صح؟ اقتراح بخصوص يعني هذي سهل لك تترجمها ما فيها ما فيها يعني اللي يقول لك predictable يعني من السهل توقع الترجمة the escape of هروب السجين أو فرار السجين and of genitive constructions وبطلع يعني كلها عندك على شكل مضاف و مضاف إليه صح؟ هنا محادثة عن جاي اللي هنا طالع عندي محادثة مع حرف جر هنا conversation هذا proposition نفس الشي هنا عندي اسم و حرف جر لكن هنا طالع عندي تركيب إضافة هروب السجين هذا تركيب إضافة the students should be aware of the direct translation of the proposition هو المشكلة أين؟ هي ترجمة حروف الجر هنا ممكن نكون في صعوبة يعني خاصة لما تنقل مثلا بالعربي للإنجليزي يعني مثلا تقول أراك في يوم الاثنين في يوم الاثنين انت بتقول في فلما تيجي بترجمة نقول I'll see you I'll see you in Monday لا مع الأيام الانجليزي يقول on Monday شايف بدنا نكون ننتبه لحروف الجر أحيانا بتتطابق أحيانا ما بتتطابق وعندهم in و at مثلا in و at و on كلهم بمعنى فيه باللغة العربية مثلا of from تعطي معنى من و هكذا فبدنا ننتبه لهذه التعمى حروف الجر we do not say تلاعبا على الألفاظ مثلا مع أنه حرف الجر هو on apply on words لا احنا ترجم ب صح و هكذا a claim for ادعاء ب مش ادعاء لي و هكذا امشي فيهم انتبه لحرف الجر كيف يترجم the problem here then is to find the suitable proposition after the learn Arabic اذا المشكلة هنا في ايجاد حرف الجر المناسب عندما ننقل اللغة العربية this needs to be done apart from the English proposition احيانا يتطابق احيانا ما يتطابق مع الحرف في اللغة الانجليزية the solution is the students increasing interest in Arabic proposition and their unusual use in the context شو الحل انك تعرف استخدام الحروف الجر في اللغة العربية و كيف يعني معانيها ايضا تندرج تحت هذه الفقرة ان يأتي عندي proposition plus noun collocations شو كان عندي هنا الفقرة اقوله noun proposition شايف noun proposition الحين ديجي proposition معدو noun في اللغة الانجزمة بمحضز صدفة under the patronage تحت رعاية سمو و كذا و كذا و كذا الى آخر و under the auspices of on call doctor يقول مين الانقول اليوم يعني مين الطبيب المناوب و هذي كلها عندك امثلة يأتي حرجر وبعدها اسم هون ما نقدر احنا معظمها ان لم يكن كلها انك تترجم حرفيا يعني under the patronage هنا ولا على الدعوة ولا على النداء ولا على الواجب يعني ارفت في في المقدمة على المنبه اللي هي على اهبة السدادة ترجم حرفيا يعني في اشياء تقترب من المعنى و في اشياء تبعد كثيرا من المعنى اذا هذه fixed ones خلاص هكذا تأخذها although many of them are translated into identical Arabic prepositional phrases others are quite unpredictable بتلاحظ معظمها نفس الشي احنا عندنا حرف جر ثم اسم و بيطلع معك هنا بتجيب انت مثلا بمحظ الصدفة مثلا على يعني بتبدأ كمان بحرف جر وبعده اسم نفس الترتيب و نفس التركيب الى انه بقول لك بعضها مش هكذا مثلا ثلاثة رقم ثلاثة uncall هنا كنت تبدأ بحرف جر ب تحت على في بدوره بالمقابل على حين غره لكن هنا ما بديت بحرف جر طبيب منوب وهو يعني فعلا يعني صادمة هي الترجمة uncall هي طبيب منوب يعني uncall doctor هو طبيب منوب لاحظ ثلاثة ما كذا جايليا يعني سماعية وقفية ثابتة تراكيب ثابتة ما فيه مجاب مصطلحات ان احببت كل مرة نفس الشيء قاعد يقول لك ابذل جهدك مشان توصل لتجد المكافأ المناسب وابعد عن الترجمة الحرفية في بعضها ما تيجي مباشرة يعني هنا ترجمة حرفية by accident تقول by 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 انت حادث بالحادث ممكن يعني ما تقول بالحادث والله يعني قصده ممكن ان يقول بالصدفة اما مرة بتبعد انت عن المعنى فاحذر من الترجمة الحرفية الآن يعني الآن مع الانترنت تتجد هذولا وشرحهم في مؤلفات وليفات بس تعرف المعنى حيتداعى الى ذهنك المكافأة في اللغة العربية او اذا ما تداعى الى ذهنك المكافأة في اللغة العربية من المتلازمات اللغضية على الاقل بتصير يعني ترجمتك ادق واقرب للصحة ايضا النوع الثالث المندرج تحت هذا النوع من المتلازمات اللغضية هو الادجكتب 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 يجي عندي الادجكتب مع الادجكتب مع الادجكتب فلوف فاندوف انغريات وهذا يعني مشكلة كمان باللغة الانجليزية للطلاب انه يحفظ كل صفة معها حرف جر مختلف ما في تنبأ ما نقدر نتنبأ لازم نلجأ للقاموز دائما طيب expected combinations like adjacent 2 inclined 2 are not included طيب هذه مشو فلاش الانجليزية 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 lies in the meaning of the preposition which should be translated with extra care by the نرجع نفس الموضوع اللي هو الصفة فهمنا هنا مليء مليء بمن ولا مليء بي مليء بي of صارت بي معنى احنا نترجمها عادة من يعني انظر هنا يعني مصنوع من made of فهونا of صارت من وهونا of صارت بي وهكذا هاي المشكلة هي ترجمة ترجعنا المشكلة السابقة انك تعرف تترجم حرف الجر جيدا كمان الترجمة الحرفية يعني ما بتكون جيدة لهنا تقول مليء من لازم مليء بي هنا مغرم بي مغرم من لا the solution is to be on the alert that some of these collocations can be fixed phrases with fixed من نفس الموضوع السابق الحل انك تعرف انها ثابتة هكذا الصفة وتشوف شو المقابل لها ومن نسبة للتركيب هو نفس الشي عندك صفة ثم حرف جر هو نفس الشي وصف ما متبوع بحرف جر التركيب هو واحد النقطة الرابعة هنا verb proposition collocations عندي انا بيأتي عندي verb متبوع بحرف جر يعني هون long مش طويل long بتيجي كفعل يعني يشتاق wait كل هاي افعال متبوعة بحرف جر ونفس الموضوع بدي نقول انه propositional verbs like these resist direct translation و سمتها العامة انه ترفض النكشو ترجم ترجمة حرفية لازم تجيب يعني المقابل الجيد في اللغة العربية فهنا شو بقول لي verbs like this resist direct translation وي كانت سي يشتاق لي ولي ينتظر من أجل ولو ينادي إلى يعني هنا call at ينادي إلى ينادي على مثلا يحتج يحتج ينادي إلى ينتظر من أجل يحلم من يشتاق لأجل consecutively بس يحتج ضد لا بنقول يحتج ضد يعني يحتج ضد بعضها بيزبط بعضها ما يزبط عموما يعني حسب الدكتور ما يقول يعني صعب أن ترجم حرفيا back translation of the correct version illustrates the point further والدليل يقول لك اعمل ترجم حرفيا يعني إحنا لو جينا هنا أو back translation حطينا يحتج على هكذا يحتج على وجتنا بالعرب وهذا مخفي هنا ترجم يحتج على فإنت حتقول protest on صح لأن on شايف على لا هي ضد against إذا back translation of the correct version illustrates the point here هنا ترجمة ترجمة الحرفية غير مقبولة باللغة باللغة الترجمة حرفية لهذه المتلازمات اللفظية يعني تصور كله كله كلام مكرر باللغة 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 العربية باللغة يقول لك إذا قارنت الترجمات حتدرك المشكلة وتلاقي حل النوع العاشر collocations of similes المتلازمات اللفظية من التشبيه simile هو التشبيه في اللغة العربية طيب لما يقول لك as beautiful as lark as pretty as a picture as هذا هو جالس شبه شيء بشيء يعني أحلى من البدر نحن نقول أحلى من البدر ما نقول أحلى من البحيرة يعني أحلى من القمر يقول لك هكذا هكذا القمر لا حل ولا شيء as red as a beetroot طيب كل ما هذا نعطي عليهم تعليقات وتشوف أنه أحيانا ترجم الحرفية هنا كثير وتعمل هنا مشكلة هذه تشبيهات ثابتة هكذا موقوفة وهي مصطلحات ثقافية متلازمات بكل ثقافة أنت بدك تكيف حسب ثقافتك مثل ما نقول لهم عندهم أحلى من البحيرة نحن ما نقول لهم أحلى من البحيرة يضحك عليك لاز تقول أحلى من القمر أو أحلى من العسل أو تذوق شيء أو وصف جمال أحلى من القمر أو أحلى من البدر أو كالبدري في السماء أي شيء فبدك بعضها خاص بالثقافة يعني الثقافة الإنجليزية مثل ما قلنا أحلى من البحيرة عندهم لكن الحضارات والثقافات يعني عندهم نفس المعاني يتغزلوا مثلا بالمحبوب وجمال المحبوب ولهم طرقهم الخاصة وعندهم أنثلة مثلا شعبية They are usually in the comparative grammatical form of exaggeration وهذه عادة شو بتكون الصيغة التركيبية يعني بس صيغة التفضيل الإكزاك جريشن التفضيل Better than يعني أحلى من أكبر من أجمل من Rather than the form of equalness as much as something يعني مش مثل يساوي يعني نقول جماله يساوي جمال القمر ما نقول جماله يساوي أحلى من كذا أوفى أصبر أعند أقدم أرفع كذا خلاص وهذا موضوع صيغة التفضيل يعني لما من نشبه ما في مجال أنك تقول لا أنا أبتكر صيغة جديدة ليش أقول أجمل من القمر بقول جماله كالقمر بس إذا تحدثت هذا أهل اللغة يعني يحكم عن نص شو هذا فأنت دائما تراعي جماليات النص في اللغة والثقافة أيضا وهذا موجود في الأمثال العربية الكثيرة خذ مثلا مجمع الأمثال وهذه القواميس المراجع مثلا كلها حتجد أنه كثير هذا الأمر يتكرر أعند أطول من أسرع من لمح البصر أهدأ من السكون أسرع من البرق إلى آخره هذه أشياء في لغتنا ما نقدر ننفك عنها بعد أن قلنا ما قلنا طيب واحد يقول لي أنا والله ما عرفت أنه والله لازم أقول أسرع من لمح البصر طيب ترجم حرفين حتقول كلمح البصر صح فبقول لك لا بأس بدالك فأول شيء أنك تحاول تترجم كما يعني تسوي هذا المساواة ما تقول أفضل من أعلى من أكبر من أصغر من أنك تحاول المساواة تقول يعني يعني مثله مثل السهم ماشي مثله مثل السهم أو كالسهم هاي المساواة عشان ما تقول أسرع تجيب صغير التفضيل يعني في البداية بتلجأ لذلك حتى يتداعي إلى ذهنك المتلازمة في العربي بعدين بتبدلها وإذا ما استطعت خلاص بتخليها تقول كالسهم أيضا أنك تراعي الاعتبارات الثقافية على سبيل مثال القبرة أنا شو قلت لك هناك جالس أقول لك أجمل من البحيرة أجمل من القبرة الطائر لارك أنا قرأت خطأ إذن القبرة عندهم هذا رمز الجمال في الثقافة الإنجليزية لكن ليس هذا رمز الجمال مش هذا في اللغة العربية مثلا القمر أيضا الهضاب في جملة الثامنة فوق أيضا في جملة الثامنة أقدم من التاريخ مو غلف القدم طيب نقول لك الهلز عندهم يعني ممكن نحن نقول راسخ رسوخ الجبال يعني قديم ضارب في القدم بالنسبة للإنجليز أن هذا يعني الهلز دلالة على القدم ولكن ليس بالنسبة للعرب إذن هذا الجنب الثقافي كيف نتغلب هذه المشكلة أنك تبحث عن التشبيهات في الغرب فتقول ماذا يقول العرب في الجمال في توصيف الجمال في كذا في كذا الطالب يصير يعني كما قلنا يصير عنده بعض المراجع ليزورها ويبحث عنها المؤلفات الأدبية في هذا السياق بغض النظر عن اختلاف الكلمات ما يهمنا والله هو جايب قبرة لازم أن نجيب قبرة لا يعني that is لارك is not used in Arabic in this context but words like صورة قمر بدر أحلى من البدر هما عنده أحلى من القبرة هو حر إحنا أحلى من القمر therefore we ignore لارك or together and use one of these three words which are equally favorable ولذلك نتغاضى عن استخدام كلمة القبرة ونستخدام كلمة البدر القمر the students are warned against direct translation ولا نترجم ترجمة حرفية هنا or looking for the equivalent word in the same lexical family in Arabic أو تروح تقول يلا شو القبرة هي طير وأقول أحلى من الطيور أو أجيب لي طير ثاني مثلا طير جميل أحلى من الطاوس مثلا إذا كانوا من نفس الفصيل لا بدك تجيب المصطلح في اللغة العربية المتلازمة في اللغة العربية أو التشبيه في اللغة العربية that is they might think that lark is a bird used in English to symbolize beauty so they have to search for the equivalent bird in Arabic that may symbolize beauty like the nightingale العندليب or the هوبو الهدهد for example يعني يقول لك والله أحسن ما أقول أجمل من القبرة القبرة والله من فصيلات الطيور فيها العندليب في الهد بقول أجمل من العندليب العندليب يوصف للصوت صوته أجمل من صوت العندليب أيوة ممكن بس مش جماليا وكذلك الأمر الهضاب يروح يقول لك يلا الجبال أقدم من الهضاب يقول أقدم من الجبال إلى آخرين لا برضو ما يعني لم تبلغ النجعة ما وصلت الهدف المهم أنك تبحث عن المكافأ في اللغة العربية لأنه تشبيه فتقول في هذه الثقافة بما يشبهون الشخص السريع جدا هكذا تروح تجيب التشبيه الذي يدل على السر أسرع من من لمح البصر مثلا ولا نقول أسرع من طائرة الكونكورد وإلى آخرين مش مطلوب أنك تختر عنه تشبيه ما استخدمه أحد قبلك إلا ما تجد تشبيه فقط عليك أن تبحث إذن ما هو الحل أن تتجاهل الجملة الرئيسية أو الكلمات اللي وردت في هذا هنا وتعرف أنك تتعامل مع تشبيه أو كناية لفظية وتبحث عن مكافئة في اللغة العربية أيضا التركيب تجد أنه أحيانا التركيب متشابه يعني صبور كالحمار وفي كالكلب أحمر كالدم أو كالشودر حلو مثل الصورة ماكر إلى آخرين فهذا التركيب اللفظي مشابه للتركيب اللفظي في اللغة الإنجليزية طيب رقم واحد عفو ليس رقم واحد نتكلم عن كلمة أو مصطلح الصبر أيوب اللي هو رقم 14 الصبر أيوب اللي هو أز وين صبر أيوب لا 16 17 عفو جوب اللي هو أيوب اسم أيوب اللغة الإنجليزية هو جوب طيب هذا يقول لك صبر أيوب هو هو قال لك 14 مش 14 16 رقم الجميع اللغة لك خلاص يا صبر أيوب نقول صح يضرب به المثل فما منقدر نيجي احنا مثلا نتحايل عليها منقول صابر كصبر أيوب هكذا يعني لا هو مثلا أو أصبر من أيوب أني أسوي سيغ التفضيل عفو ليش لأنه يعني ما في مجال أنك تتلعف هنا مثلا ممكن تقول أحلى من كذا حلو كالعسل مثل السكر إذن نيجي نقول هذه مرني عليها سريع نزبطها نقول السابق هنا كنا نترجم هذا الذي فاتنا أنه هنا كله بصيغة التفضيل أسرع من البرق أسرع من السمال كنت يعني أنا ذكرتها سابقا فمرت عليها بسرعة لكن جيد نربط الآن أنه أنت تقول أسرع من البصر أسرع من لمح البصر أو تقول سريع كالبصر هذا بشو نسميه structure of equality structure of equality سريع كالبصر أو تقول أو التفضيل أسرع من البصر يجوز لك الوجهين بس هنا صبر أي لا تقدر أصبر من أي لأن هذه عبارة ثابتة مستقرة نفس نفس الشيء كله أساسا يراح نفس المشكلة عند الطالب أنه الطالب لا يعرف أنه هذا تشبيه في اللغة الإنجليزية ويجب أن تشبيه المكافأ في اللغة العربية حسب الثقافة العربية والحل لذلك أنك تفهم التشبيه ما الغاية من التشبيه ثم تحاول ترجم اللغة العربية تجيب المكافأ أو ترجم وترجمة مقبولة بس ما تقول أحلى من القبرة يعني تخترع لك أي شيء يا أخي إذا ما عرفت الشيء أحلى من البدر جميل جدا خلص مثلا هم تجيب دائما المنطقية في الترجمة النوع الحادي عشر هو أجزاء من الأسماء المعدود الأسماء في اللغة الإنجليزية أنت تعرف تنقسم إلى معدود وغير معدود يعني هذا كتاب كتاب واحد كتاب ثلاثة كتب أربعة مليون كتاب هذا معدود لكن هير شو تقول شعر واحد شعرين شعرين ثلاثة لا سكر واحد سكر اثنين لا قطعة من السكر قطعتين أما اسم هير وسكر هذا غير معدود طيب نيجي هنا إحنا نتكلم عن كونتابل نونز كراود أوف بيبول فلاق أوف شيب هير أوف بوفالو هير أوف كتل طيب بس هذي كل الكلمات هذة الأسماء هذي غير معدودة اللي هنا إيه بس سواها معدودة لما اضاف زي ما قلنا الآن سكر غير معدود لكن قطعته سكر باللغة العربية صرت تتعدل عن قطعة واحدة قطعتان ثلاث قطعة نفس الشي هنا مثلا آآ باك أوف دوغز يعني خليني شوف الدكتور هنا شو مسوي بلا ما نسبق عليه شوف شو مناقشته لأنه دامج هو قاعد كاونتبل بعدين دامج الكاونتبل والأن كاونتبل مع بعض وهذه اللازمات اللفظية هي عبارات يعني هكذا موقفة جامدة ما فيها مجال وكل واحد منها هو جزء من كل يمكن عده على سبيل مثال فلاورز فلاورز هي كاونتبل وبوكي is a small number of flowers and therefore one part of that hole والبوكي هو صار ايش يعني ضمت يعني باقة ورود ايضا بدك يعني هنا شو بدك تقول حزمة من الازهار هكذا ما نقول حزمة باقة ورد صح او باقة من الورود تمشي على نفس الترتيب باقة من الورود او باقة ورد تركيب الاضافة وهكذا لدينا متلازمات لفظية في اللغة العربية والطالب يجب ان يحثر عليهم بعضهم حشد من الناس بعضهم سهل التنبؤ بها لكن بعضها يعني نجد صعوبة مثلا بعضها حشد من الناس باقة سهل لك تتنبؤ فيه لكن لما تيجي هنا وتقول شو عاد ترجمها ثلة غنم ولا ثلة من الغنم ثلة بالفتحة وعندنا كلمة ثلة بالضمة الثلة للأشخاص الثلة للغنم هذي ممكن صعب فعلا والله شو مدي عرف الطالب يعني حتى في سورة الواقع الله عزو قال ثلة من الأولين صح ثلة ثلة أيضا فريق كلاب وقطيع سود وقطيع حيتان شو بعرف ليش ما قلت قطيع كلاب ليش قلت فريق كلاب هذه التصنيفات كلها في اللغة العربية الواحد يرجع للمراجع اللي تتعامل مع هذه التقسيمات فقه اللغة والأمال للثعالبي يتكلم عن هذه الأشياء كثيرا جدا خشرم من النحل الورد خشرم هذي مين بدي يعرف من يدي ولا نحن منعرف سرب من النحل لكن خشرم من بدي يعرف إذن يعتمد في أشياء تعتمد على ساعة الاطلاع والدربة وتيجي مع الأيام وهذه الأشياء لا تيجي دفعة واحدة لكن الإنسان المجتهد واللي يقرأ كثيرا ويبحث يعني إن شاء الله يتحسن كثيرا وهذه مشكلة صنعة الترجمة يا أخوان صنعة صعبة جدا 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 وتحتاج دائما من المترجم يعني كل يوم بدقوم يحدث نفسه كل يوم update 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 طب أنا ما عرفت خشر من النحل ولا فريق وكلاب شو سوي إلجأ للعموميات فقل مجموعة من النحل عدد من النحل هكذا إرجع للمصطلحات العامة مجموعة من الورود إلى آخر نسميه generic word إذا مثلا تكلم عن الحيوانات كمان قطيع بتظبط قطيع وكلاب قطيع وإسود تظبط قطيع مع الكل خلاص نوم تجيب شيء منطقي والسرب مع الطيور وسرب النحل سرب النحل سرب الطيور سرب الدبابير سرب الطيارات تظبط ويمكن مجموعة نقصرها على الناس والأشياء مجموعة أشخاص مجموعة من الكتب مثلا 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 جملة الأولى وجملة ثلاثة أربعة أشوف الجملة الأولى بوكيو وثلاثة وأربعة وفلق شو الخيارات اللي أنا هنا عندي يقول لك ذا يوسف مجموعة عدد تدسكرايب بارت من الأشخاص قطيع من الماشية قطيع من الجواميس قطيع من الكلاب قطيع من السود ففي شيء ينوب عن شيء وفي شيء ما تقدر ما بقول استربوا من الناس مثلا طيب الآن التركيب اللي عم نستخدمه إحنا قلنا إما بقول noun from noun يعني قطيع من كذا قطيع من الكلاب قطيع noun من from يعني بس ما بقول from باللغة اللي يزيه بصاني صاحح بحنا بقول off بس وجال الدكتور يشرح لنا يعني قطيع من كلمة من أو تركيب الإضافة نقول قطيع كلاب مثلا سرب نحلي فبستخدم تركيب الإضافة the formula is applicable to all هذا التركيب اللي قطيع من كذا قطيع من الحيتان هذا ينطبق على الكل و whereas the latter is limit لكن تركيب الإضافة بيزبط مع بعضهم تقول قطيع من الحيتان قطيع حيتان لكن حشدوا من الناس ما تقدر تقول حشدوا ناس ما تزبط إذن الطالب يعني لديه خيارات هنا يجب أن يتعرف عليهم آخر واحد آخر واحد هو هذا وثم الكونكلوجين أيوة مشان نختم في هذا البحث الكونكلوجين أكثر من الله يا دكتور كنت بدي أجمعهم في جلسة واحدة حسنا آخر نوع من أنواع المتلازمات اللغضية شايفه هناك كاتب لي بعدين جايب لي uncountable طب أنت هنا نسوي uncountable يا دكتور a crowd of people people هذا uncountable sheep uncountable buffalo uncountable هارد بفلو مثلا كاتل هو uncountable أما بوكاء of flowers flowers هي uncountable يعني خالطنا الدنيا هنا الدكتور حفظه الله المهم parts of uncountable nouns شوف an act of violence article of clothing information كل هذي uncountable nouns طيب يعني النفس المعنى the collocations are used to refer to parts of nouns which cannot be counted in English قلنا شو الاسم الذي غير معدود يعني a slice of meat meat لحم كلمة لحم هذه غير معدود uncountable حتى تسوي معدود تقول a slice of color شريحة وكذا طيب لان بدك تنتبه شو تقول شريحة من اللحم زجاجة وحليب كل واحد له يعني متلازمة شريحة اللحم ما بتقول شمثلا شو بده نقول مثلا لوح اللحم يعني slice لوح اللحم مثلا شريحة اللحم الاخير these are used to refer to possible قلناها هذا قلناها المعطين مثال اذا يجب ان ابحث على المتلازمة بعضها معروف للطلبة وبعضها يعني مش معروف مثل اداعش وخمسطاعش شوف اداعش وخمسطاعش اللوف of bread وسلايس of meat هذه معروفة شريحة ورغيف خبز اكيد حتقول لكن بعضها صعب يعني انت لما يجي كون مثلا a plot of ground قطعة ارض a portion of cheese ليش ما قلنا شريحة جبن قلنا قطعة جبن مثلا a cake of soap لوح صابون ويندك تجيب كلمة لوح قطعة دائما نجعل كلمة قطعة قطعة في كل شيء وهذا بقول لك although the word قطعة ممكن تستخدمها بدي اختصر لانه هذا صار كلام مكرر لفوق the problem is therefore confined to the search of the appropriate word used to refer to the part of specific encounter انك تبحث ماذا نقول احنا الخبز نقول رغيف وخبز واللحم نقول شريحة اللحم وقطعة جبن هذا يعني مسموعة في حياتنا مش غريبة هذه الاشياء بس هنا a piece of information شو بدك ترجم قطعة معلومة لا هي معلومات بتصير معلومة اخبار بتصير خبر ما بتقول a piece of news ما بتقول قطعة خبر a piece أو an item of news a piece of information ولا a bit of information حتقول معلومة a bit ولا a type of advice نصيحة فهنا ما رح تقدر تقول شريحة ولا قطعة معلومة طيب خلص هذا انتهينا منه نختم الآن حاول نختم الخلاصة الخلاصة هنا general problems of correct شو المشاكل العامة اللي مرت معنا من خلال هذا الشرح كله بدنا نرجع يلخص الدكتور أول شيء صعوبة التعميم لا تعمم في اللغة الإنجليزية قد تجد أنه والله في كلمات تترادف مع كلمات ومع كلمات مختلفة فأنت لا تعمم ذلك على اللغة العربية على سبيل المثال commit a mistake has an identical collocation Arabic شو هو يرتكب خطأ commit ترجمة شو يرتكب لكن عندهم commit a murder كمان عندنا منقول يرتكب جريمة طيب منقول كذا يرتكب صح لأنه أنت الآن رأيت ماذا قلت commit a mistake فلما ترجمناها بالعربية قلنا يرتكب وخطأ قمت قلت يرتكب ربطت يرتكب ربطت يرتكب بإيش بcommit فلما قالوا commit a murder أنت تجد قلت يلا خلاص مع أنه يرتكب خطأ خنقول يرتكب جريمة ماشي بس نحن نقول يقترف جريمة يقترف الآن إذن هذا هو التعميم أنه لا نعمل يتوي دون شيء عربية يرتكب انتحارا يعني هنا مقبولة يرتكب جريمة نقول بس نحن نقول يقترف جريمة فنقول والله هذول مقبولات لازم في دائرة المقبول طيب الآن لم أأجي لهنا أقول commit suicide ما بقول يرتكب انتحارا شو بقول ينتحر فأنا يقترف ويرتكب كان يمشن مع بعض مثلا وحطم هنا وحطم هنا ممكن يرتقي يقترف خطأا ويرتكب بس يزبط مقبولات أما مش مقبول يرتكب انتحار لأنه commit ترجمناها مرة يقترف مرة يرتكب أقوم يلا أعمم هذا الشاهد من هذه النقطة وهنا أيضا عندك بقول سمين وبدين في اللغة الإنجليزية مثلا بقول لك fat man fat woman فهي رجل سمين ومرأة سمين لكن فات salary وفات book شو بتروح الترجم تقول راتب سمين وكتاب سمين لا راتب ضخم وكتاب سميك مثلا إذن لا تعمم دائما وهذه أمثلة كثيرة على ذلك أخيرا هذه أمثلة مفصلة تعطينا الكلمات يعني كيف يعني تراكيب متلازمات لفظية وترى كيف الكلمة الواحدة كيف نترجمها بشكل مختلف في اللغة عربية فbright beauty bright child bright 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 مشرق مثلا في اللغة تقول جمال متألق يعني فتان أخاد ما تقول طفل مشرق طفل ذكي ما تقول ألوان مشرقة تقول ألوان زاهية وهكذا بدك تحفظهم إذا كثير مترجم لازم تحفظ وتثري مفرداتك إذن هذا المثال الطويل يثبت بما لا يدعو مجانا بالشك أن كلمة bright التي لها استخدامات يعني هو متلازمات لوضية كثيرة في اللغة الإنجليزية ترجمتها مختلفة في اللغة العربية ولذلك يتطلب الحذر من جانب الطالب أرجال المورد القريب مثلا من المونير البعلبكي وتجد كثيرا منها إذن لا تعمم إذا هو الله هناك شفت يرتكب فكل شو تصير كميت يرتكب صير كله يرتكب 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 تضبط مع يرتكب خطان يرتكب جريم بس مش يرتكب انتحار إذن فرغنا من هذه النقطة أيضا variability variability of collocations التنوع different collocations for the same meaning can exist in English أنه نفس المعنى فيه إلو متلازمات لفظية كثيرة بتقول commit a mistake وعندك make a mistake وكلهما بتقول يرتكب ويقترف خطأ يجوز go on a visit وpay a visit إلى آخري hard task daunting task إذن نفس المعنى لكن بمتلازمتين لفظيتين مختلفتين usually these click which have one and the same transition إحنا شو مش ضروري أجيب والله إذا هون عندي بقول لي commit a mistake أو هون مثلا hard task don't think task أشوف أنا والله مرة don't think مرة hard أقول هنا ترجمة هذه مهمة شاقة وهنا أروح أجيب لي لازم أخترع ترجمة لا هي شاقة خلص شاقة don't think وهارد هي شاقة فليس مرة فليس مطلوب مني أني والله أبتدع متلازم لفظي جديدة أنه والله غيرها هو لا مش ضروري أعمل ذلك yet if there are equivalent in Arabic they can give them إذا بلاقي يعني والله إذا حصلت مثلا عندك مهمة شاقة ومهمة صعبة مثلا حبيت تغير ما عندك مشكلة يعني بس ما فيش داعي للتكلف يعني deep sleep نوم عميق وهيفي بقدر أقول نوم عميق وبقدر أقول نوم ثميق خير وساوند سليب كما بقول نوم عميق إذا حبيت تقول ما عندك مشكلة إذا عندك خيارات تبدل ما عندك مشكلة بس إذا لو أنت تقول كلهم بدك ترجم هم نوم عميق ما حدا بقول لك ليش لأن كلهم يؤدوا نفس المعنى أيضا مرونة flexibility of collocations بعض المتلازمات تتسم بالمرونة that is they can be interrupted in the middle by a word يعني إنك تفصلهم بكلمة في الوسط خاصة لو جاء عندك adjective أو adjective و adverb يعني في في المتلازم اللفظية يعني شلون black market شو يعني black market يعني black illegal market شو هو العبارة على المتلازم اللفظي هو الصفة مع اسم فأنا هنا شو بقول سوق سوداء غير مشروع إذن ما الذي فعلته يعني هنا دخلت كلمة بين الكلمتين عشان أزيد المعنى توضيحا يعني exert an effort exert a great effort يبذل جهدا عظيما فأنت هنا ماذا تفعل إنه في مرونة يعني إنك تدخل كلام في الوسط وتوضح هذا النص اللي بتترجم انظر هنا noun مع noun association of ideas تقول مثلا تداعي الأفكار أو تداعي بعض الأفكار بدخل كلام في الوسط يعني كلمة some great يعني هذا هنا في مرونة بأنه يجوز إدخال كلمات في الوسط وهذه أمثلة على ذلك لكن بعضها ما تقدر مثل يعني هنا noun noun collocations noun and noun collocations اللي درسناهم هذا ولا بعضهم ما نقدر ندخل كلمة في الوسط يصير يعني ما تقدر خلص بس كل سهولة ما نقدر yet the remaining types of collocations are fixed inflexible and cannot be interrupted in the middle يعني إذا ما يجيك noun مع noun collocation مثل شو كان عنده مثلا day and night day and night وشدك الكلمة تخط ما تقدر تخط كلمة هنا في الوسط ما تقدر أما هناك يعني التراكيب السابقة يعني اللي من هذا النوع verb مع preposition noun مع verb noun مع noun noun مع noun اللي هو genitive collocation association association of ideas أما العطف اللي أنا جبته day and day هذا day and night هذا اسمه العطف فهنا قبلت هذا كما قبل عموما الإنسان بيطور إحساس يعني هو يتعامل مع النصوص يعني نحن الكلام نموجه للطلاب الترجمة اللي يتعاملون مع النصوص واحد آخر لو يسمع هذا الكلام يقول كيف كل شيء رح يقول كيف كيف لأنه أنت مش مختص أنت مش شغلتك النصوص اللي شغلته التعامل مع النصوص بصير مع الأيام تتطور ما يسموه القريحة الإحساس اللغوي تصير تحس بالكلمات والنصوص وعقلك يبتدع أو يعني بسهولة أنت بتصير تصل للنص المطلوب طيب عندي أيضا نوع من المرونة في المتلازمات اللغضية مثلا to somebody's advantage في مصلحتي فلان وعلى أهبة الاستعداد شو بدأ يقول هذا كمان نوع اللي فيه انت جال استدخل بدورك أنت يعني هنا دخلت فيه لمصلحتي أو لمصلحتي فلان هال بعض تصير تصير لكيشن لكيشن to somebody's advantage وعلى نفس الكلام اللي فوق having said that collocations are generally mostly use fixed uninterrupted or unseparated that is why they are considered as fixed phrases يعني معظم الكوليكيشن هي اسمة collocations يعني هكذا جاءت اسمها موقوفة مسموعة سماعية هكذا بقول لك هكذا سمعناها وخلص بعضها فيها مرونة وبعضها ما فيها مرونة الآن النقطة الثالثة وهو عملية الترجمة كل هذا ذكرناه حلول المشاكل التي تواجهنا في ترجمة هذا ملخص لماذا قلناه كله ما هو انك والله اول شيء حاول تلاقي المكافأ اللفظي في اللغة العربية والكثير من المتلازمات في اللغة الإنجليزية يعني الآن ترجمت إلى المتلازمات اللفظية في اللغة العربية اثنين اذا لم تجد مكافئة اللفظية في اللغة العربية فانت حاول تجد يعني اقرب مكافئ لها اقرب ترجمة منطقية مثلا احنا كانت عندنا غنم قاسية ما قلت ما اقدرش ان اجيب غنم يعني كلمة قاسية خلص عرفت شيء بانها غنم لكن قاسية ولا ما ادري عنها بحثت ما طلعت معي طيب هنا تقول غنم شاردة خلص تائع متخلف عن ضالة اللي بدك يجيب الترجمة منطقية فاذا تعذر هذا الاول انك ما وجه انك تجد مكافئ لفظي او تترجم اقرب ترجمة ممكنة شو بقولك وهنا انت حاول تبدأ مكافئ لفظي ان استطعت على ذلك ولكن اذا عندك المتلازم اللفظية من كلمتين في اللغة الانجليزية جيب لهم كلمتين في اللغة العربية اذا هو من ثلاث جيب لك ثلاث في اللغة العربية ما ادري هل هذا الشرط لا يسبب الشرط هول الصدمة مثلا شوك ترجم المركاف الى هول الصدمة انت ما عرفت هول الصدمة ولا ترجم ما عرفت الترجم فانت هنا ماذا ستقول انت ابتدع لك ترجمة وقول صدمة قوية مثلا او تأثير الصدمة قوة الصدمة اللي هو يعني حاول تجي مرجع عن النفس الموضوع احيانا الدكتور يكرر نفس الكلام يعني اظن ما خلاص يعني ممكن يختصر يعني احضر الترجمة المنطقية المناسب واذا ما تعذر كل هاي الثلاثة ايوه شو اسوي كمان يعني هنا شو بعرف انه هذا صار مكافئة لغضي انا مكافئة لغضي يجب ان يجمع ويتداول فهذه النقطة مثل هذه النقطة يعني نفس الشي جيب لك ترجمة مقبولة منطقية كمان المعنى المباشر يترجم الى معنى متاشر في اللغة العربية والمعنى المجازي الى معنى مجازي وهكذا قدر المستطهر على سبيل المثال ليس لا ننصح انك تترجم as swift as an arrow فتقول سريع جدا يعني المعنى المباشر يترجم في المعنى المباشر والمعنى غير المباشر الى معنى غير مباشر يعني هو بقول لي as swift as an arrow انت شو بتفهم سريع كالسهم خلاص بتقول سريع كالسهم بس لا تقول سريع جدا لانه هنا الان انت لانه لو كان يبغى يقول سريع جدا كان اقول لك very fast صح فانت لماذا هو قال as swift as an arrow لانه بده يخلق صورة لا تخرب له هاي الصورة قول سريع كالسهم يا اخي اذا ما عرف انه والله اسرع من نمح البصل بس لا تروح تقول سريع جدا الا في اضيق الاحوال لو اغلق عليك ايضا in the english collocation is colloquial it can be rendered into clock arrow اذا كان المتلازمة اللفظية في اللغة الانجليزية هي من الاستخدام العامي حاول تجيب ايضا يعني هاي نقطة مفيدة تجيب استخدام عامي في اللغة العربية ان وجدت لكن اللغة الفصحة هو الافضل دائما انا كنت ترجم فول على سلم مثال smashing victory هو مصنف انه والله تركيب عامي في اللغة الانجليزية فانت لو استطعت تقول انتصار هايل والانتصار كبير 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 طبعا متحطة يعني هكذا بين قواصين باللغة العربية عشان يعني اه لانو هذا النص ليش جاب مثلا عامية لانو جزء يعني واحد عامي بتكلم فانت بدك تحاوض على روح النص ولكن لو قلت انتصار انساحة كمان مقبول ما عندك مشكلة حسب الجمهور وايضا اذا كان والعكس صحيح اذا كان المصطلح هو فصيح جدا في اللغة الانجليزية فابحث عن شيء فصيح جدا في اللغة العربية واذا لم يتسنى ذلك فيعني روح على ايش على العامي او روح على الترجمة الحرفية ايضا هنا المتلازمات اللفظية الجامدة الفيكس كوليكيشنز مثل التشبيهات ذكرنا الان ماذا قلنا يعني انك تجيب بصيغة المبالغة اسرع من اقوى من اعند من الى اخره او تجيب صيغة المساواة عنيد ككذا سريع كالسهم او اسرع من يعني لك خيارات واذا لم تستطع ايضا واذا لم تستطع ان تجد حلا للترجمة هذه المتلازمات في كل احوال الطالب يجب ان يتجنب الترجمة العمياء الحرفية للغة الانجليزية وداما ان يحصل على ترجمة منطقية هذا ما يريدو هنا يعني كلام جالسنا نكرر نفسها يعني هارد كارنسي مثلا عملة صعبة هذا الترجمة حقها هارد لها الترجمة انه قاسي فما تقول عملة قاسية يعني انت نفسك لو واحد انت نفسك لو سمحت واحد يقول لك معاك عملة قاسية في عملة قاسية وعملة طرية اساسا يعني مثلا لا فبدك تامع انت تسأل انه في منطق برا هذا الكلام ولا ما في منطق الى اخره براين درين قلنا هذا الكلام يعني صفة كله بدي هنا بعض المتلازمات ممكن ان تترجم الى بطريقة مباشرة ولكن تكون ضعيفة الترجمة لكن الطلاب يجب ان يكونوا حذيرين وان يرفضوا الاستسلام لفقط مجرد اني اترجم واخلص النص رجعنا نقول يعني يعني ممكن لا تخرج من يدك شيء غير منطقي مهما فعلت يعني اذا يقرأ واحد النص يجيس يضحك لا تفعل ذلك ابذ المجهود حتى لو انه تحذف النص وبتتركه يعني انقصه من النص الاساسي لكن لا تضع شيء لا تخالف المنطق ابدا يعني انت في الاختبار ما عرفت انا اقول لك واذا جيت تترجم حرفيا طلعت الترجم مضحكة وانت عارف انها مضحكة لا تحطها امسحها خلي الدكتور والله نسي يقول نسي انه يترجمها مثلا او اسقطها عمدا لانه ما عرف كويس احسن ما يحط لي شيء اقول يضحك عليه ولا ارتكب خطأ فضيع جدا بشكل عام الاربكتور والجمود المصطلحات ويكون عندك مرونة والتركيب النحوي اللغوي والمباشرة وغير المباشرة والوضوح وعدم الوضوح والفصحة والعامية والبساطة والتعقيد والسياق والمألوف والغريب الى اخير هذه كل الاشياء yet if students think that for good reason concerning the nature of Arabic such as the difference between the word or the urge they cannot meet one or more of these points they may simply overcome them اذا هذا الاشياء دك تراعيها كلها ولكن احيانا في اشياء مثلا يستدعي التركيب مثلا انه والله اغير في في العربي ما عندك مشكلة ممكن ان تسقط هذا الاشياء اخيرا the rapidly growing interest in the translation and translation studies is due to their special important language هناك اهتمام شديد متنامي في موضوع ترجمة المتلازمات اللفظية مجانب عويص من جوانب اللغة they play a vital role in the coherence of the structure نعرف انه هذي المتلازمات اللفظية تلعب دورا هاما في ترابط النص وجمالياته they are also the source of its attraction اذا هو من جاذبية النص and special favor وتعطي رونقا خاصا وجمالا خاصا وبلاغيا وأكثر فعالية يعني وتعطي قوة للنص لذلك the translation of collocations is an everlasting struggle هو يعني معركة أبدية بين المترجم والنص كيف لمطابقة أفضل هذه المتلازمات اللفظية مع مكافئاتها في اللغة العربية يعني يكون عندك الاسم مع الاسم والفعل مع الفعل واذا هو مثل شعبي مع مثل شعبي واذا مصطرح مع مصطرح إلى آخره واذا هو صفة مع صفة هذا صراع دائما لكن طلاب الترجمة مطلوب منهم أنهم يتحلوا بالصبر والحذر والدقة وأن يكونوا حساسين جدا لهذا النوع من النصوص وهذه العبارات They are advised to do their best وأن يبذلوا وسعهم لإيجاد المكافئة اللفظية في اللغة العربية إذا ما تسنى ذلك فبدون المتلازمات اللفظية Their Arabic translation would seem poor فاللغة العربية أو النص العربي سوف يبدو هزيلا بورر ضعيفا ويعني أقل جودة وجمالا من النص الأصل وهذا جزء من مهمتك كمترجم أنك تحاول ليس فقط تنقل النص بل جمال وروح النص أيضا وجمالياته كله أيضا نحاول ننقلها بما يتوافق وقواعد اللغة العربية حلو الآن انتهينا من فقرة الكلوكيشنز الأشياء الأخيرة يعني هذه مرين عليها بسرعة لأنه كلها على يعني أثناء الشرح قد مرين عليها وهذا الدكتور يعني منهجه وأنه دائما ينخص كل اللي راح بذلك نكون أنهينا فقرة أو جزء خاص بالمترازمات اللفظية حتى ألقاكم في تسجيل جديد إلى ذلك الحين أتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر